السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة جميلة وغنية وفيها اكتر من حشوة هنستخدمها ان شاء الله كيكة غنية جدا وهشة وطريقتها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله المكونات سهلة وبسيطة المكونات معانا تلتمية جرام دقيق دقيق وتلت بيضات وكباية سكر وتلتمية ميلة حليب ونص كباية زيت ومعلقة كبيرة بيكينج بودر ومعلقة صغيرة فانيليا معلقة صغيرة خل ومعلقتين كبار زبدة ومعانا خمسين جرام زبيب وخمسين جرام شوكولاتة وتلت تفاحات متقطعين مكعبات اول حاجة هنبدأ بسم الله حطينا اللبن والزيت والسكر وحنقلبهم كده لحد اما السكر يدوب شوية بعد كده بنخر الدقيق والبيكينج بودر ورشة صغيرة من الملح الطريقة دي سهلة جدا هتسهل عليكم عمل الكيك حتى لو انت لسه مبتدئة هتعمليها وهتطلع معاك الكيكة هشة جميلة جدا آآ بقلب المكونات كلها مع بعضها كده بالمضرب السلك تقليب عادي جدا لحد بس ما المكونات تندمج مع بعضها وبقاسبها على جامل بعد كده بقى في العجان او بالمضرب الكهرباء بتحط البيض ومعلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة فانيليا وهنضرب المكونات آآ بتاعنا بالبيض والفانيليا والخل هنضربهم مع بعض كده لحد اما البيض بتاعنا لونه يتغير ويبقى لونه ابيض ويبقى القوام بتاعه فومي كده بالشكل ده هناخد الخليط ده وهناخد آآ جزء منه تقريبا نصه هنحطه على خليط اللي احنا عملنا في الاول اللي هو خليط الدقيق والمكونات التانية وهنقلب تقليب سريع برضو بالمضرب السلك كده لحد اما المكونات كلها تندمج مع بعضها طريقة الكيكة دي سهلة جدا ونتجيتها ان شاء الله ناجحة بازن الله بنقسم الخطوات على مرحلتين مرحلة الاولى بنحط المكونات الاولية كلها مع بعضها مع عدل بيض وبعد كده بنخفق البيض لوحده مع الفانيليا والخل وبنرجع نقلبه تاني مع الخليط اللي احنا عملناه الطريقة دي سهلة جدا وبتخلي كامل كيكة هشة وجميلة ونجحة معك ان شاء الله بعد كده استبعدت المضرب السلك خالص واخدت بقيت الخليط بتاعنا وبمعلقة سلكون او بمعلقة خشب وبتقلبها كده من تحت الفوق علشان اللي هو اللي احنا دخلناه في البيض ما يخرجش بنجي بقى للحشوات بتاعتنا معانا خمسين جرام زبيب وخمسين جرام من آآ الشوكولاتة المبشورة وتفاحية مقطعها مكعبات والتفاحية ديها طبعا شاية للقشر بتاعها آآ بخلط الزبيب والشوكولاتة المبشورة بمعلقة صغيرة كده من الدقيق علشان حشو بتاعنا ما يهبطش في ارضية الصينية ويفضل منتشر كده في الخليط بتاعنا بعد كده حطيت مكعبات التفاح والزبيب وقلبتهم مع الخليط بتاع الكيكة ودوبت معلقتين كبار من الزبدة وحطتهم كده في ارضية الصينية ويستحسن ان انت تفرش الصينية بتاعتك وراءة زبدة علشان الكيكة ما تلزقش او التفاح اللي احنا هنحطه ما لزقش في الصينية. بعد كده معنا التفاحية التانية مقطعينا حلقات بتكون سميكة شوية بتطلعي القلب بتاع التفاحية وبتقطعيها حلقات بالشكل ده وبتحطها في ارضية الصينية. وحاولي تدهني الحلقات بتاعت التفاح كده بمعلقة صغيرة من الزبدة. بعد كده معايا معلقتين كبار سكر وخلطتهم بربع معلقة صغيرة قرفة وبتوزعيهم على حلقات التفاح والزبدة بالشكل ده. بتدي طعم جميل جداً للكيكة. بنزل بقى بنص الخلط بتاع الكيكة بتاعنا. وبفرده في الصينية كويس. ومعانا الشوكولاتة المبشورة انا حبيت احطها في نص الكيكة كده علشان تفضل سابتة في النص وبتعمل منظر جميل في التقديم. ومع علاقة الدقيق الصغيرة اللي احنا قلبناها مع الشوكولاتة دي بتخلي القطع الشوكولاتة سابتة في مكانها ما بتنزلش في ارضية الصينية. وبرجع بحط بقية الخلط بتاع الكيك بتاعنا وبنسويه في السطحة كويس. وبكتال الكيكة بتاعتنا تكون جاهزة. وفي خطوة اضافية لو انت حابة تعمليها او حابة تستبعديها ما فيش مشكلة. آآ التفاحية التالتة بقطعها شرايح رفيعة جداً بالطول بالشكل ده. وبحطها على وش الكيكة. الخطوة ديت لو انت حابة تستبعديها ما فيش مشكلة. طبعا الكيكة احنا حطين تفاح في ارضية الصينية. وحطين مقعبات تفاح في قلب الكيكة. فالخطوة ديت اضافية لو انت حابة تستبعديها ما فيش مشكلة. اهم حاجة بتقطع التفاح رفيع جداً علشان ما تسقطش تحت في الكيكة. بندخل الكيكة في الفرن. آآ الفرن طبعا تكون مسخناء قبلها. وآآ بتحطها في النص على الشبكة. بتقعد تقريباً من تلاتين لاربعين دقيقة. بتستوى بتطلع جميلة بالشكل ده. بعد كده بنقلبها وهي دافية. علشان تتقلب معانا بسهولة. ما شاء الله شكلها جميل جداً وورقة الزبنة اللي احنا حطناها برضو حفزت على القطع التفاح. وبينستبعاتها وهي سخنة كده. ومعانا مربة مش مش بتدهين الوش بتاعها. بتدي لها طعم وناكهة جميلة جداً. وليك الحرية ان انت تقدمها مقلوبة كده او على الوش بتاعها. طبعاً الوش بتاعها احنا حطينا عليه شريح التفاح. وفي الارضية برضو قطع التفاح ديت. ففي كل تالحالات لما تدهينيها بالمربة بتدي لمعة جميلة جداً وطعم مميز جداً للكيكة. الكيكة بتاعتنا ما شاء الله غنية ومليانة بالنكهات. وفيها كزا حشوة. وفيها حشوة الشوكولاتة دي طبعاً هتشجع الاولاد ان هم ياكلوها وتبقى جميلة جداً وهيحبوها. والتزيين لك الحرية ممكن آآ تزينها بجزء الهند او بمكسرات مبشورة. وبتسيبيها لما تبرد قبل ما تقطعيها. وبعد كده بتقطعيها وتقدميها بألف هنة وشفة. الكيكة هشة جميلة ما شاء الله. وفيها اكتر من نكهة ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جداً جداً. شايفين ما شاء الله المكعبات بتاعت التفاح. وكطع الشوكولاتة والزبيب. الشوكولاتة ما شاء الله فضلت في النص بالطريقة ديات ما بطيتش تحت علشان معلقة دي اللي احنا حطناها. وبرضو هوريكم الزبيب وكطع التفاح ما شاء الله. توزعها في الكيكة بشكل جميل جداً. طعمها لذيذ. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لقوا الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.